موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كشك الصحافة سنستعرض فيها أبرز ما جاء في الصحافة اليمنية والعربية بداية من الصحافة اليمنية ونبدأ جولتنا من موقع نيوز يمن نقرأ فيها المتحدث باسم الحوتيين يكشف عن ثاني صفقة تبادل أسرى مع السعودية عنوان الموقع أيضا بانجيمون يأمل بحل الأزمة اليمنية خلال مشاورات الكويت أما في الشان العسكري في الشان العسكري الجيش الوطني يحرر محيط ميدي ويطهر مزرعة نسيم والمداحشة ومن العنوين إلى تفاصيل تصريحات الملك سلمان بشان اليمن والذي أكد أن الحل السياسي في اليمن لا يمكن أن يتم إلا وفق مشاورات يمنية يمنية قال الملك السعودي خلال لقائه في جلسة مباحثة رسمية مع الرئيس جاكوب زومة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الذي يزور الرياض حاليا قال نأمل أن يحل السلم والأمن والوصول من خلال المشاورات اليمنية اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمر رقم 2216 ننتقل إلى موقع تغير نت والذي نطالع في أهم أخباره مقتل 14 حوثيا في هجوم للمقاومة الشعبية بمحافظة إب كما عنوان الموقع لم يستلم رواتبهم منذ 6 أشهر ضباط وأفراد الجيش الوطني بتاعز يوجهون رسالة عتاب وتذكير إلى من يهمه الأمر كما عنوان الموقع قوات الرئيس هادي تسيطر على مواقع جديدة في تاعز وإلى غرب البلاد ركز الموقع على تفاصيل مقتل قيدي حوثي في محافظة الحديدة جاء في تفاصيل هذا الخبر قال مصدر في المقاومة الشعبية بإقليم تهامة إن مقاومين هاجموا قياديا لمسلحي جماعة الحوثي في مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن وأسفر الهجوم عن مقتله وأضاف المصدر أن مسلحين من المقاومة الشعبية أطلقوا النار على قياد حوثي أثناء مروره بإحدى شوارع المدينة مما أدى إلى مقتله على الفور وبحسب المصادر فإن المسلحين لاذوا بالفرار عقب مقتل القيدي الذي يعد المسؤول عن نقاط التفتيش بمحافظة الحديدة عن مواجهة القتل في الجبهات الدولية تحت هذا العنوان كتب وضاح الجليل مقال نشره موقع التغيير عن تحركات المخلوع في المحافل الدولية واستغلال الانتهاكات لصالحه ويقول الكاتب هناك جبهة حقوقية تواجه منظمات ولوبيات عميقة على المستوى المحلي والإقليم والدولي في المحافل والوكالات الدولية وعلى المستوى الداخل اليمني تواجه متفرغين يزعمون الحياد إزاء الصراع القائم يعملون على تحويل القضايا الحقوقية إلى مكاسب سياسية للميليشيا الإنقلابية التي تبحث عن أي خيط للتخاطب مع العالم الخارجي بشكل أو بآخر وإلى جانب ذلك تواجه هذه الجبهة المشاريع الدولية وأدواتها الإقليمية واليمنية التي تتعارض وموقف الحكومة اليمنية وحلفائها من الحرب الأهلية اليمنية يعمل السلك الدبلوماسي الموالي لصالح بشكل متماسك وعميق ومؤثر على المستوى الدولي برغم أن القرارات الأممية أدانت صالح بشكل مباشر ويبدو هذا السلك أكثر تماسكا من الجيش الموالي لصالح في جبهات القتال فهو يعمل على تحويل الملف الحقوقي إلى أداة سياسية بمضلة حقوقية وكمدفع في وجه قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي هي سبب اندلاع الحرب وتفرغ معظم عتاولة السياسة الدبلوماسية في نظام صالح لهذا الملف وانضم إليهم طابور طويل من الكتبة وأدعية الأدب والإعلاميين والناشطين الحقوقيين الموالين لصالح والحوثي سرا وعلانية لتوفير لسان ناطق لهذه الغاية ومعظمهم يتقاضون أجورا خيالية تحت عدة مسميات من منظمات تعمل بشكل مباشر مع منظمات إيرانية وبحرينية ولبنانية بما يوفر غطاء حقوقيا للدعم السياسي الخارجي الذي تقوده إيران لمصلحة الحوثيين وصالح نتحول إلى موقع المصدر أولاين ونبدأ من أخبار محافظة أبيا يقول الموقع مقتل خمسة من ميليشيا الحوثي وصالح في كمين للمقاومة بمدينة يريم في عنوان آخر توتر على الحدود مجددا وإصابة ثمانية سعوديين في قصف للحوثيين بجازان وفي جنوب البلاد قتلى وجرحى في خمس غارات جوية استهدفت مقارة رئيسية للقاعدة في جعار وزنجبار بأبيان ركز موقع المصدر أولاين على خبر نقابة الصحفيين وتنفيذ حملة عدم الإفلات من العقاب أكد رئيس لجنة التطريب والتأهيل في نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي إن النقابة أو أن النقابة تقود حملة عدم الإفلات من العقاب والتي ستطال كل من ارتكب جرائم بحق الصحفيين وقال الأسيدي إن من أجرم بحق الصحافة سيتم محاسبتهم عبر الآليات التابعة للمجتمع الدولي عاجلا أو آجلا وصف الأسيدي خلال تقديم ورقة عمل في ندوة الإعلام وحقوق الإنسان التي نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف إن ما يحدث للصحفيين في اليمن هو تسنامي عداء ضد الصحافة والصحفيين وقال إن ما يحدث للصحفيين هو اعتداء ممنهج من قبل الميليشية الإنقلابية الهدف منه إسكات أصوات الحقيقة من أجل إخفاء الجرائم البشعة التي ترتكبها بحق المدنيين بشكل عام والصحفيين بشكل خاص كما أضاف لقد كان العداء ضد الصحفيين واضحا من خلال توجيهات زعيمهم عبد الملك الحوثي وهو يقول في خطاب متلفز في 19 سبتمبر الماضي أن الإعلاميين والمتقفين أخطر من المقاتلين وهذا توجيه واضح لأتباعه بقتل الصحفيين من أبرز ما تناوله موقع الموقع من مدينة تاعز طيران التحالف يقصف مواقع وأهداف شرق وغرب تاعز والميليشية تواصل قصف الأحياء السكنية عنول الموقع أيضا طيران التحالف يكثف غاراته على المديريات المحيطة بالعاصمة صنعاء ومعارك عنيفة بنهم إلى عنوان آخر قذائف حوثية تصيب ثماني أشخاص بينهم أربع أطفال بمنطقتين الطوال وصامطة سعودية تناول الموقع تفاصيل المعارك في البيضاء ومقتل القيادي حوثي في محافظة البيضاء جاء في هذا الخبر لقي عشرات من عناصر ميليشية الحوثي والمخلوع مصرعهم في منطقة عبل بمحافظة البيضاء بينهم القيادي الحوثي أبو ثابت وسبعة من مرافقيه بالإضافة إلى أسر ثلاثة آخرين بينهم أطفال وقالت مصادر محلية إن بعض الجثث لا زالت مرمية في المواقع والمناطق المحررة فيما استشد ستة من المقاومة بينهم العقيد صالح الشتادي وناصر صالح الأحرق وضيف الله حسين السعيدي وصالح عبدالله العمري وأحمد ظفر الوهبي وفي سياق متصل تواصل المقاومة الشعبية بجبهة العبدية والوهبية تقدمها باتجاه مناطق الوهبية لاستعادتها من سيطرة ميليشية الحوثي والمخلوع ونذهب إلى موقع يمن مونيتور نصارض أبرز ما جاء في صفحته الرئيسية في هذا الموقع محافظة الجوف قوات الجيش والمقاومة حررت مديرية المتون عن العاصمة صنعاء ناطق المقاومة مقاومة صنعاء عبدالله شانداقي يكشف عن وجود مفاوضات تجري حاليا لتسليم صنعاء سلميا جاء في الموقع أيضا الرئيس هادي لم نذهب للحرب ولكنها واقع الضرورة لمواجهة اختطاف الدولة ركز الموقع أيضا على خبر انتشار مرض داء الكلب في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة جاء في هذا الخبر انتشر مؤخرا مرض داء الكلب في بلدة الجراح احدى البلدات التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن بشكل متسارع في ظل ضرف صحي سيء يعيشه سكان المحافظة تحت وطأة عدم توفر اللقاحات المضادة مصدر طبي خاص قال لمراسل موقع يمن مونيتور ان المركز او المراكز الصحية الحكومية والخاصة رصدت مائة وستة عشر من بينهم ثمانية وخمسين طفلا وتسعة وعشرين امرأة خلال الاسبوعين الاخيرين ممن اصيبوا بهذا المرض ولم يتلقوا اي رعاية صحية تقيهم من هذا المرض الذي قد يودي بحياتهم الجديد بالذكر ان ادارة التموين الطبي بمستشفى الثورة العام بالحديدة اطلقت او اطلقت في الثامن عشر من شهر مارس الجاري نداء استغاثة بعد ان يشكت كميات الادوية المجانية من مخازن الهيئة على النفاذ الحزم وضرورة سرعة الحسم بهذا العنوان كتبت ويام عبد الملك مقالا في موقع يمن مونيتور اشارت الى العمليات العسكرية للتحالف وضرب مشروع المخنوع والميليشيا رغم كلفة الحرب وتقول الكاتبة بعيدا عن النظر الى حجم مخلفة الحرب التي بدأت قبل سنة يجب ان تساءل من تسبب بكل هذه الدمار ولا اجابة لهذا السؤال غير جماعة الحثي وصالح الذين بدأوا بالنيل من الدولة منذ سقوط الجوف وعمران ورأينا وجههم البشع وحرصهم على تمزيق الوطن واثخانه بالجراحات متجاهدين كل تلك الدماء التي تسهيل بأيديهم وبتبابهم سقطت صنعاء في سبتمبر 2014 بالقوة وبالتضليل والمتاجرة بأحلام الناس البسيطة لتسقط معها الدولة المدنية التي خرج الملايين لأجلها في ثورة فبراير وبدأت استعادة الدولة مع اعلان التحالف العربي بدأ عمليات العسكرية في اليمن للإطاحة بالانقلاب وتم دعم ذلك القرار دوليا فيما بعد ومرت أيام عصيبة طوال الفترة الماضية كلفتنا الكثير كان تدخل التحالف ضروريا استبين أن صالح أسس قوة عسكرية بما يضمن ولاء القوة العسكرية تلك له ونجح في هذا وصمرت الدولة بمؤسساتها تحت سيطرته فتمكن من خوض حرب في العديد من المدن اليمنية ومما لا شك فيه أن التحالف العربي تمكن من تحقيق أهداف الاستراتيجية فدعم الشرعية ودمر الكثير من القوة العسكرية التي استولت عليها جماعة الحوثي وصالح وكانت تقتل بها الشعب اليمني وقطع الطريق أمام طموحات إيران بالتمدد في العمق العربي وهي التهديد الأكبر للسعودية وللخليجي عموما صحيح أن منع التحالف إيران من دعمها لوكلائها في اليمن جاء متأخرا بعض الشيء إلا أن تحرك التحالف الأخير كان مهما وضروريا فمن خلال ردع إيران بدأت تقلصه من طموحاتها نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع الصحوانت نطالع في هذا الموقع وصول أول دفعة من قوارب الصيد لمتضررية الأعاصير بجزيرة سقطرة في عنوان آخر المقاومة الشعبية تحرر مواقع جديدة بالبيضاء على حدود مأرب عنوان الموقع أيضا ابنة القيادي قحطان لا نعلم شيئا عن مصير والدي المختطف في شأن السياسي تنول الموقع تصريحات وزير الخارجي السعودي عادل الجبير جاء في تفاصيل الخبر أكد وزير الخارجي السعودي عادل الجبير على حل الأزمة اليمنية وفقا للقرار 2216 الذي يلزم الإنقلابيين بالانسحاب من المحافظات وتسليم الأسلحة وأضاف الجبير أنه يجب على إيران احترام سيادة الدول ووقف دعم الإرهاب وأن تغير من سلوكها تجاه الدول العربية وطريقة الحكم عليها ستكون من خلال الأفعال تابع الموقع جاء ذلك خلال لقائه في قصر الملك سعود بالرياض وزيرة خارجية جنوب أفريقيا أهلا بكم من جديد نستحبكم الآن في جولة بين أهم قلة الصحفة العربية صادر اليوم البداية من العربية الجديد التي تابعت الددهور في العملية التعليمية اليمنية وعلقت طاولات مدارس تعز للطهي تقول العربية الجديد يعجز كثيرون من أبناء محافظة تعز عن الوصول إلى مدارسهم ويوما بعد يوم تضيق خياراتهم حتى صاروا يكتفون بالبقاء في منازلهم أو النزوح إلى الأرياف تفيد الصحفة أن الطالبات في تعزل أكثر تضررا بسبب الحرب على خلفية منعهن من الذهاب إلى مدارسهم كذلك فإن بعض النازحات من المدينة التي شهدت مواجهات مسلحة منذ إبريل الماضي وحتى اليوم لا يستطيعنا للسير لمسافات طويلة بهدف الوصول إلى المدارس البديلة في المناطق البعيدة عن الحرب وتقول الصحفة أنه بهدف أو أنه بهدف مواجهة هذه المشكلة يعمل المتطوعون على إطلاق مبادرات مجتمعية في القرى والمديريات الريفية لتوفير خدمة التعليم للتلاميذ ضمن الإمكانيات المتاحة وذلك من خلال طباعة الكتب المدرسية وفي ظل نزوح كثير من المدرسين والتحاق بعضهم بجبهات الحرب يتولى متطوعون التدريس في مدارس متاحة أو في مناسل في السياق يؤكد رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي أحمد البحيري للعربية الجديد أن البيانات التي جمعها التقرير أشارت إلى أن هناك أربع مديريات تعاني بسبب توقف التعليم فيها بشكل تام منذ بداية العام الجاري بسبب الصراع وهي الصالة والمصراخ وذباب والوازعية إلى صحيفة الخليج والتي عنونت حول تطورات الميدان وعن غارات التحالف وقالت كثف طيران دول التحالف العربي غاراته على مواقع وتحركات وأليات ومخازن سلاح للميليشيا الإنقلابية في أكثر من محافظة وتركزت في جبهات القتال المشتعل وقت اندحار الميليشيا المتمردة من مواقع جديدة في محافظة الجوف وفقا للمصادر في مديرية نهم فإن مقاتلة التحالف نفذت أو نفذت غارات استهدفة الميليشيا في مسورة وبران ومحلي ونقيل بن غيلان شرق صنعاء كما تفيد الصحيفة أن طيران التحالف شن أربع غارات على المنطقة الأمنية بمديرية بن سريم في محافظة عمران أسفرت عن تدمير معظم مباني ومستوزعات المنطقة الأمنية التي تستخدمها الميليشيا لتخزين الأسلحة والدخائر كما واصلت مقاتلات التحالف العربي مشاركتها الفاعلة في المواجهات المحتدمة بمحافظة تعز وشنت غارات عدة على مواقع للميليشيا في الربيع والضباب غرب مدينة تعز ودمرت آليات للميليشيا في مديرية الوازعية كما استهدفت مقاتلة التحالف مواقع مفترضة تسيطر عليها جماعات مسلحة متطرفة في بلدة الحوطة بمحافظة لحج والمدينة الخضراء التابعة لمحافظة عدن جماعة ولكن تحت هذا العنوان كتب أمجد ناصر مقاله في العربية الجديد عن التطرف الذي أعقب محاولات الثورة على الاستبداد وقال الكاتب اجترحنا أصطع نموذج في مواجهة الاستبداد الداخلي والهيمنة الخارجية بما يعرف بالربيع العربي عندما دبت نيران جسد البعزيزي في الفضاء العربي الذي جاء أوان حرق هشيمه تلك هي الطريق ولأنها الطريق التي لا يمكن أن ينكرها علينا منكر ولأنها طريق الشعوب عندما تقرر أخذ زمام نفسها بيدها لأنها كذلك كان ينبغي أن تسد بالجثث والدماء والدمار بحيث يدب الرعب في قلوب الساعينة إلى التغيير قبل غيرهم ثم جاءت بعد عودة الاستبداد إلى سابق عهده وتحويله محاولات التغيير إلى ما نراه اليوم من مشاهد في سوريا والعراق واليمن وليبيا موجة الإرهاب الراهنة المصنعة جزئيا على الأقل في أقبية النظام العربي لتحول المعركة ضد نظم الحروب الأهلية إلى معركة ضد الإرهاب الذي أنتجوه وضبطوا إيقاعه وأطلقوا وحشا كاسرا ينقلوا أحزمته الناسفة وسواطيره حيث تتاح له فرصة أو فجوة تجد أعمال الإرهاب التي تضرب مدن العالم العربي المنكوبة قبل بعض المدن الأوروبية من يتفهمها بل من يراها جهادا ضد الكافر وليس ضد العدو الغريب أن هؤلاء الذين يفجرون أجسادهم أو يلقى القبض عليهم لا يتوفرون كما يبدو على حد أدنى من المعرفة الدينية في جيوبهم فتاوى مثل سكوك الغفراني بموقعهم في الجنة إلى صحيفة الاتحاد والتي أجرت حوار مع وزير دولة الإمارات لشؤون الخارجي أنوار قرقاش والذي تحدث حول اليمن وقال إن عاصفة الحزم كانت قرارا إقليميا وليست قرارا دوليا وتدخل العسكري في اليمن جاء لثلاثة أهداف تم تحقيقها بدرجات إيجابية أولها عودة الحكومة الشرعية إلى التراب اليمني ويجب أن نذكر أن في إحدى فترات التمرد كان يدعى أن هذه الحكومة انتهت وأنها حكومة منفى والآن أصبحت الحكومة تسيطر ولو بدرجات متفاوتة على مساحة أكبر في اليمن بمراحل من تلك المحسوبة على المتمردين وقال الوزير إن الأهداف الأخرى هي تأصيل مسألة أن أي حل سياسي يجب أن يكون على أساس القرار 2216 وحاليا القرار 2266 إضافة إلى مسألة المبادرة الخليجية وهذا هو أساس المبادرة السياسية وجميع الأطراف اليوم في اليمن بفعل التغيرات الميدانية متفقة على هذا الجانب والأهم وفقا للوزير الإماراتي إرسالوا رسالة واضحة لإيران بأنه لا يمكن أن تقبل دول الخليج بتواغل النفوذ الإيراني دون أن ترد عليه هذه منطقة عربية ودول الخليج مستعدة أن تقاتل من أجل هذا الفضاء ومن أجل التهديدات المستقبلية لإيران ويقول قرقاش إيران يجب أن تنظر للعالم العربي كجار وليس كمنطقة نفوذ وحين تقرر أن العالم العربي هو جار وبالتالي يجب خلق علاقة مشتركة إيجابية تفيد جميع الأطراف يجب أن تبتعد عن مسألة فرض نفوذ وخلق حزب الله هنا إلى صحيفة البيان والتي نقلت عن العميد ركن عمر سجاف أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة في تصريح صحفي أن قوات الجيش الوطني سيطرت كلياً على مدينة ميدي والمزارع المحيطة بها بعد أن تم تطهيرها من ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح في هجوم كبير نفذه الجيش الوطني على تلك المواقع وأوضح أن الجيش الوطني حرر مزارع نسين بالكامل والتي تبلغ مساحتها ما يقارب 25 كيلو متر والواقع بين ميدي والجر وكانت تستخدم كمنصة لإطلاق السواريخ على مواقع الجيش الوطني وأكد سجاف أن الجيش الوطني تجاوز مدينة ميدي من اتجاه الساحل في عملية عسكرية مستمرة بتغطية كثيفة من طيران التحالف العربي ذكرت أيضا مصادر أن الجيش الوطني سيطر أيضا على مواقع تابعة للميليشيا الإنقلابية في مناطق المخازن والمداحشة ومزارع نسيم غرب مدينة حرد من جهة أخرى وفي جبهة تعز أوضح قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي للبيان أن قوات الجيش الوطني صدت هجوما للميليشيا على مقر اللواء 35 مدرع غربا وهجوما آخر لاقتحام جبل دار مزعل تحت غطاء ناري كثيف بمختلف الأسلحة إضافة إلى تصديها لمحاولة التوغل إلى منطقة بني عمر بالحجرية عن طريق مديرية الوازعية جنوب غرب تعز وفي مديرية حيفان شرقا قال مصدر عسكري للبيان إنه تم استعادة موقع جبل ضبي بعد إسناد مقاتلية المقاومة الشعبية بكتيبة من قوات اللواء 35 مدرع بالانتقال إلى صحيفة السياسة الكويتية وصفت تعليق الدراسة في جامعة صنعاء بأنه انتفاض ضد الميليشيا وعنونة الصحيفة جامعة صنعاء تنتفض ضد الحوثيين وتعلق الدراسة لمدة أسبوع تقول الصحيفة أعلنت جامعة صنعاء تعليق العملية التعليمية والإدارية لمدة أسبوع احتجاجا على تعيينات من قبل الحوثيين لأفراد في رئاسة الجامعة ذكر مجلس الجامعة ونقابتي هيئات التدريس والموظفين في بيان أنه في حالة عدم التجاوب بإلغاء قرارات التكليف بتعيين قيادات مرفوضة للجامعة فسيتم الاستمرار في تعليق الدراسة والعمل في الجامعة بشكل مفتوح ورفض البيان القرارات التي أصدرها قبل أيام نائب وزير التعليم العالي عبدالله الشامي المعين من قبل الحوثيين بتعيينه قيادة جديدة للجامعة موضحا أن أي محاولة لفرض هذه القرارات ستكون لها مآلات وقال البيان نحمل من يقف خلف هذه القرارات المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عليها وضاف البيان فوجئت النقابتان بممارسة المكلفين باقتحام المكاتب وأسح بختم الجامعة بالقوة واتصال مسؤول النافذ في وزارة التعليم العالي بعمداء بعض الكليات مرغبا ومهددا بفرض قراراته ولو بالقوة الرجال في شقة الطابق العلوي الذين زرعوا الرعب في بروكسل تحت هذا العنوان نشرت الجارديان تقريرا عن المنزل الذي كان يسكنه مفجرو بروكسل وقال التقرير الرجال الأربعة الذين يقيمون في شقة في الطابق الأخير في سكاربيك شمال شرق بروكسل لم يكونوا يتحدثون كثيرا مع جيرانهم كانت البناية الرمادية المكونة من خمسة طوابق على زاوية الشارع الهادئ رثة ومتهالكة وتخضع لعملية صيانة وانشرت البطاقات اللاسقة وطبقات الشريط اللاسق المستخدم لتثبيت أسماء السكان الجدد بجوار أجراس الأبواب إلى أنها بناية يتغير مستأجرها كثيرا يقول دهان محلي وعامل ديكور عن المجموعة الغامضة التي كانت قد أمضت بعض الوقت في الطابق الخامس تحدثت معهما ذات مرة كان شقيقين وقال جاريو فالدرين الكولومبي الذي يبعد باب شقته بضعة أمتار عن مخبائهم رأيت أحدهما في المصعد مرة واحدة فقط كانت له لحية لكنه لم يتكلم مطلقا والآخر لم أره مطلقا وقال إنه لم يسمع أي شيء غريب من تلك الشقة حتى وصلت الشرطة ليلة الثلاثاء وصرخت بكل الجيران طالبة أن يرفعوا أيديهم فوق رؤوسهم في الهواء عجر الأربعاء من هذه الشقة طلب ثلاثة رجال سيارة أجرة إلى مطار زانفينتيم وعندما وصل السائق ليقلهم يقال إنهم كانوا غاضبين لأنهم لم يستطيعوا وضع كل أمتعتهم في حقيبة السيارة وتركوا خلفهم واحدة من حقائبهم الخمس ولدى الوصول إلى مدخل قاعة المغادرين في المطار رفضوا السماح لسائق السيارة بمساعدتهم في إنزال حقائبهم وهو ما وجده السائق غريبا وبعد وقت قصير من ذلك قام أحدهم إبراهيم البكراوي الرجل ضخم البنية في التاسعة والعشرين من عمره والذي كان يحمل مواد متفجرة في حقيبته بتفجير نفسه في قاعة المطار إلى جانب مفجر آخر لم يتم التعرف عليه بعد والذي مات أيضا ويعتقد أن الرجل الثالث الذي يرتدي سترة خفيفة وقبعة ونظارات والذي احتوت أمتعته على قنبلة كبيرة ترك حقيبته وركض خارجا من القاعة قبل وقوع الانفجارات وما يزال هاربا مجموعة من رسوم الكاريكاتير نختم بها حلقتنا لهذا اليوم وحتى الملتقى في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة